موسيقى بعد مناشدات متكررة مستقبل التحالف الدولي أو من قبل التحالف الدولي عفوا وقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بضرورة استعادة المجتمع الدولي رعاياه من عوائل تنظيم داعش الإرهابي أبدت باريس مؤخرا استعدادها لإعادة المزيد من عوائل تنظيم داعش الفرنسيين من سوريا موضحة أنها أخذت علما بإيدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن فما التفاصيل وإلى أين يتجه المشهد وكيف ستؤثر هذه المواقف على المستقبل الأمني في المنطقة حديث الساعة مرحبا بكم موسيقى 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 بهذا الصدد ينضم إلينا من شمال وشرق سوريا الأستاذ جوان غيسو المحامي والناشط الحقيقي مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم إذن باريس تبدأ استعدادها استعادة المزيد من رعاياها من عوائل تنظيم داعش الإرهابي كيف ستؤثر هذه الخطوات أو كيف ستنعكس على المستقبل الأمني للمنطقة والدعوات التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية ومؤخرا تحالف الدولي بضرورة أن تخطو أو أن يخطو المجتمع الدولي هذه الخطوات بداية مرحبا بكم وبإتابع المشاهدين طبعا القرار الأخير الذي تتبع الإدارة الفرنسية هذا القرار طبعا بعد إدانة جهات أممية ومنها لجنة حقوق الإنسان بإلزام دول العالم بما فيها حتى دولة فرنسا بإعادة أو استرداد رعاياها المحتجزين لدى الإدارة الذاتية قوات سوريا الديمقراطية وخاصا بعد انهيار الدولة الإسلامية الداعش على يد قوات سوريا الديمقراطية هذا التنظيم الإرهابي الذي كان يشكل خطرا على المنطقة بالكامل وعلى سوريا وشمال وشرق سوريا لذلك الإدارة الذاتية تشدد بقوة على ضرورة أن تقوم كافة الدول التي لها رعايا في مخيم الهول والمخيمات الأخرى باستردادهم والانتباه بأن غالبيت المحتجزين أو ضمن هذا المخيم تتجاوز عمارهم ثامنة عشر وبدأوا يشكل خطر على المنطقة بالكامل فالموقف الفرنسي طبعا سبقت وإدارة الحكومة الفرنسية حسب المعلومات لدي بأنها قامت في تام تموز الماضي باستعادة أكثر من 35 طفلا وأكثر من 16 من والداتهم إلى فرنسا ولكن الموضوع براية أعتقد بحاجة إلى جدية ومسؤولية عالية من جميع الدول بما فيها فرنسا كون استعادة أو استردادة رعاياها من هذه المخيمات ستؤثر إجابا على الواقع الأمني في المنطقة كون لا تزال هذه المخيمات شكل اختطارا على المنطقة وخاصة بعد الهجمات الأخيرة على كثير من المناطق في شمال وشاق سوريا عبر سبقات تدفش تمول وتدار من قبل الدولة التركية اعتمادا على هؤلاء أو بعض الخلايا النائمة التي تنزق وتجهز ضمن هذه المخيمات طيب اليوم الخطوة الفرنسية أستاذ جوان هل من الممكن أن تكون إذا جاز لنا وصفها بالتشجيعية لدى المجتمع الدولي كي تقوم كل دولة باستعادة رعاياها أم أن هذه الخطوات الفرنسية ربما ستكون منفردة ولن تحقق نتائج يعني من الناحية الدولية أستاذ جوان هنا نتحدث طبعا فرنسا وإضافتين لديها الأخرى أعتقد بأن هذه المواقف وهذه القرارات لن تكون مكتملة وتتكون متقطعة كون بعض الأمور معقدة جدا وتتخوف بعض الدول العالمية بما فيها دولة فرنسا تحت روايات ومبررات غير مقنمة بحجة بأن بعض الهجمات الأخيرة على الدولة الفرنسية عام 2015 مصطعب وأسفر عن سقوط أكثر من 130 قتيل و350 جريح فلذلك أتوقع بأن هذه المحاولات ستكون موجودة ولكن لم تكن مكتملة كون دارة ذاتية وقوات سوريا ديمقراطية ناشدتها تناشد حتى اللحظة من أجل استعادة هذه الدول الرعاية وربما مع مرور الزمن بعض الجهات الفقوصية والمنظمات الموجودة في الداخل وفي الخارج كل هذه الدول باسترداد رعاياها من شمال وسرق سوريا ولكن تتكون على المدى وهذه الخطوات تتكون على المدى الطويلة أعتقد تتكون في الخطرات المؤلاء الأستاذ جوان عيسو المحامي والنشط الحقوقي شكرا جزيلا لك على طيبي وكرمي هذه المداخلة وكل هذه الإضاحات كنت معنا مباشرة من شمال وشرق سوريا شكرا جزيلا لك أيضا ينضم إلينا من شمال وشرق سوريا سيد حكمة حبيبة الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة سيد حكمة مرحبا بكم في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم نتحدث عن خطوة فرنسية باستعدادها لإعادة رعاياها من عوائل تنظيم داعش الإرهابي كيف قيمتم هذه الخطوات الفرنسية سيد حكمة بداية من تحياتي لكم حقيقة نحن في شمال وشرق سوريا كوفي الإدارة الذاتية من طالما منذ عدة سنوات الدول أن تقوم بأخذ رعاياها الموجودين في سوريا وخصوصا عوائل داعش الإرهابية الموجودة في المقيمات وتمت الإسجابة بشكل خجول جدا إلا أن هذه الخطوة الفرنسية بتدخل وجلب رعاياها إلى فرنسا تشجع هذه الخطوة دول أخرى من أجل حقيقة الأمر رفع هذا الكهل الإدارة الذاتية لأننا نعاني في مقيمات من جانب أمني وكل الجوانب وهذا خطوة تكون لشجع الدول الأخرى من أجل سحب كل رعاياها الموجودين في شمال وشرق سوريا وهي خطوة إيجابية نثمنها في إدارة ذاتية لشمال وشرق سوريا في حال أقدمت الدولة الفرنسية على استعادة رعاياها هل سيكون هناك أي خطوات دولية أخرى بهذا السياق؟ هل التمستم أي رغبة لدى المجتمع الدولي في استعادة رعاياهم؟ بكل تأكيد مثل هذه الخطوة تشجع الدول الأخرى للقيام مثل هذه الخطوة ونحن حتى هذه اللحظة لم نسمع عن دول أخرى ولكن أعتقد بعد المطالبة المتكررة من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الدول بتحمل مسؤولياتها تجاه رعاياها وجلبهم ومحاكمتهم أو أخذهم لديها حاجة الأمر هذا نحن مطالب منذ عدة سنوات وهذه الاتجابة نراها خطوة إيجابية أن تحذو دول أخرى وأعتقد سوف يكون هناك خطوات أخرى من دول أخرى أيضا طيب لعبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دورا بارزا بهذا الشأن هل تأملون من منظمات أو منظمات دولية طبعا أن تلعب دور كالذي لعبته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سيد حكمت يعني كان لها دور ضاغط على هذا السياق طبعا من خلال علاقات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مع العديد من المنظمات الدولية ومع دول طائلة في الأزمة السورية وعلى وجه خصوص الدول الأوروبية وكانت هناك مطالبات متكررة عبر منظمات دولية وزارت المنطقة العديد من المنظمات منظمات مختصة بالطغولة منظمات المكافحة التطرف منظمات إنسانية عديدة ومنظمات دولية تهتم بهذا الجانب أيضا لعب الدول وسوف تلعب خلال محل قادم للأجل الضغط على المجتمع الدولي وعلى الدول التي لها رعاية موجودين في شمال وشرق سوريا من أجل إنهاء هذا الملف حكث الأمر دائما كنا نقول بأن وجود هؤلاء هو لشكل العام الضغط وقمض الموقوطة في هذه المنطقة يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار وهي خطوة كما ذكرت خطوة إيجابية وأعتقد هناك تصبح يكون لدور أيضا لمنظمات أخرى من أجل الضغط على الدول الأخرى من أجل إنهاء هذا الملف الذي نعاني منه منذ عدة سنوات طيب سيد حكمة ما هي خيارات الإدارة الذاتية بهذا السياق إذا لم يلتزم المجتمع الدولي بتعهداته أو بما يلقى على كاهله من ربما خطوات إنسانية خطوات أو التزامات أخلاقية أيضا تجاه الإدارة الذاتية بهذا الخصوص طبعا كما تعلمون الأبناء الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومن كل مكونات كان جزء أساسي في محاربة الأرهاب وكان متحالف دولي شكل لمحاربة الأرهاب وكان قوات سوريا الديمقراطية جزء من هذا التحالف وكنا نأمل حاجة الأمر أن يكون تجاه الدول المختلفة في هذه الخصوصية على وجه التحديد موضوع الرعاية والإرهابيين الموجودين من جنسيات مختلفة في العالم أن يكونوا عادما كما ذكرت رد الجميل لهذه القوات ومن هذه المنطقة على الأقل بتحمل مسؤولياتهم متجاه رعايةهم الموجودين نحن في الإدارة الذاتية طبعا خياراتهم هي دائما هي المطالبة وعبر المنصات الدولية وعبر منظمات حقوق الإنسان وكل المنظمات الأممية المطالبة بهذا الملف لأننا كما ذكرت لك في بداية حديثي هناك معاناة يتقع لكهل الإدارة الذاتية ضغوطات تعلق من الجانب تقديم الخدمات الجانب الأمني أمور كثيرة شكل عبء على الإدارة الذاتية وأعتقد المطالبات المستمرة من الإدارة الذاتية عبء كما ذكرت المنصات الدولية والمنظمات الدولية من أجل إنهاء هذا الملف وهذه الخيارات الإدارة هي المطالبة بشكل متترر من خلال ممثلينها في الخارج ومن خلال زيارة الوفود إلى المنطقة وخلاهم على الواقع ومن خلال التحالف الدولي الذي هو يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى طيب اليوم إعادة تأهيل سيد حكمة لعوائل تنظيم غير الأجانب يعني أيضا هناك ملف آخر يوازي هذا الملف هو عوائل التنظيم السوريين العراقيين وما إلى ذلك ضرورة مراكز إعادة تأهيل خصوصا للأطفال يعني إلى أين وصلت هذه الخطوات؟ هل من استجابة لهذه المطالب إلى الآن أم لا سيد حكمة؟ طبعا نحن في الإدارة الذاتية لم نقوم بكتوفية الأيدي ونترك الأمور كما هي على حالها هناك مراكز إعادة تأهيل خاصة للأطفال من السوريين ومن الجنسيات الأخرى ولكن على وجه الخصوصة عملت الإدارة الذاتية إعادة تأهيل عوائل داعش إنسانا للأطفال من خلال مراكز تدريب وإعادتهم إلى المجتمع في خطوات كبيرة جدا ولكن كما ذكرت هناك إمكانيات محدودة لا ستستطيع الإدارة الذاتية تحمل العدد مثل هذه الأمور نحن كنا بحاجة دائما إلى دعم دولي في هذا الجانب من أجل إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال هناك أعداد كبيرة من الأطفال وكما تعلمون بعض المناطق أستمر في تنظيم داعش عدة ثنوات وهناك بحاجة لإعادتهم إلى المجتمع من خلال تغيير ذهنيتهم وتدريبهم وكما ذكرت نحن لن نقوم اقتبال عدوة بإمكانياتنا المحدودة عملنا وما زلنا نعمل من أجل إعادتهم وتأهيلهم إلى المجتمع الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة سيد حكمة حبيب شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإضاحات كنت معنا مباشرة من شمال شرق سوريا شكرا لك من باريس ينضم إلينا الصحفي نبيل شوفان أستاذ نبيل مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم خطر كبير لطالما يعني حاولت دول أوروبية كثيرة تهرب منه وهو استعادة عوائل تنظيم داعش هل اليوم تبلورت الصورة لدى هذه الدول وعلى رأسها فرنسا التي أبدت استعدادها لإعادة عوائل التنظيم من رعاياها عوائل تنظيم داعش الإرهابي إلى فرنسا هل هناك برنامج واضح أو آلية واضحة لإعادة تأهيل هؤلاء وإعادة دمجهم في المجتمع من جديد سيد نبيل أهلا بيت آآ متسابلة لإعادة أؤلاء خصوصة تحدث عن المجلسات المجلسة والسبعين المجلسة والمجلسة والمجلسة والقالون البلد مئة وخمسين وقرأت آآ متسابلة لإعادة الحالة في السيطة في السيطة المجلسة والمجلسة والمجلسة كانت سيطة ثلاثين أمر آآ أثر من ذلك من على أفضل ستين صفل في السيطة الماضي وتم يعني يعطف نشوة لأخبار الفرنسي وأيضا تم سيطة ثلاثين الأوروبية فعلا بالسلسطرية ديرست الحقائية والعادة المذر لمعضيها بالذات التي كانت فلنقصت البياني فعلا بالسلسطر العادة والسلسطرية عملية جو تكفيها ومعادة ديرست الملح والدين لكن كل حالة على حسن. لوقت كانت ناطق بسم الحكومة النوضة لأنه وإن كان العملية عملية التعادة الأولى هي عملية الثانية في البداية لأنها أيضاً من رجل الحكومة الفرانسية وإن جزءاً ما تفتحون في هذه التجمالات التي هي موقفة التعادة الأولى عليهم حماية المدفع الفرانسي وحماية الفرانسيين في الفرانسيين وبالتالي لهم أمام عملية حسنية وعيانية في الوقت نفس التعيين على المسؤولين في دراسة كل ملف على حدواته ما تفتحون في دراسة كل مدفع الفرانسية منذ المدفع الفرانسيين كانت مع أولاً بالمدفع الفرانسيين كانت مع أولاً بالمدفع الفرانسيين إرهابي تنظيم داعش ما الأصدى في الشارع الفرانسي تجاه هذه الخطوات التي اتخذتها باريس أستاذ نبي؟ هل هناك قبول لمثل هذه الخطوات؟ أولاً متحد المباريرات السبيرة التي يمكن أن الحكومة الفرانسية تستخدمها عدم حوضة الحوء يعني الانتراكة المهمة لهذه الملحات ومن المستخدمها لا يمكن أن الحكومة الفرانسية لها مجموعة ومن المستخدمها هذه الهجمات التي كانت تجمات من الاتحاد الوروبي فرانسيين ومن ثاني أيضاً الحكومة الفرانسية مجموعة كثيرة جداً من شماية الفرانسيين وعدم وعدم استرداد كما حصل مثلاً يعني بشقيقة لم يتخدم أي دولة أوروبية على استعادة على استعادة رعاياها من المنتمين تقع واحدة في أرندا ما تبقى من الدول الأوروبية يعني كل الدول بريطاني وبريطاني مثلاً انتعيد تلك الامرة البريطانية وبالعكس الفرانسية نعم وبالتالي الحكومة الفرانسية تحدي تحدي نعم 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 حديث الساعة مستمر وفي ملفنا الثاني وصل رئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى مدينة سامرقند في أسباكستان لحضور قمة منظمته شانجهاي للتعاون حيث من المقرر أن يلتقي بنظيره الصيني شي جينبينغ خلال القمة فما التفاصيل وإلى أين تسير العلاقة بين الجانبين الصيني والروسي وما مدى تأثير هذه العلاقة على مستقبل المنطقة والعالم أسئلة أوجهها لضوفي في هذا الملف ابقوا معنا موسيقى المحطة في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم إذن لقاء قمة مرتقبة بين الزعيمين الروسي والصيني على هامشي لقاء منظمة شينجهاي للتعاون في سمرقان دكتور جاد أهمية هذا اللقاء بهذا التوقيت يعني أهمية هذا اللقاء العلاقة حاليا بين بيجين وموسكو هي أقوى تحالف وتعاهد على المرة والحلوة في تاريخ البشرية لأن عدد اللقاءات التي حصلت سابقا بين شينجينبين وبوتين أصبحت بالعشرات المواضيع الساخنة التي يتحدون أو التي يواجهون متحدين هي الأكثر أهمية حول العالم يعني أكثر المواضيع سقونة حول العالم أقلهم منذ بداية الحرب في أوكرانيا هي العقوبات المالية التي فردت كنظام سويفت والتي لو لا يد العون الصينية لما تمكنت روسيا من تجاوزها بهذه السجولة وهذه السلاسة وهذا بفضل أن الصين كانت تحضرت لوضع مشابه منذ سنوات يعني النظام البديل لسويفت ليس وليدة اليوم ليس إنتاج هذه السنة ولا السنة الماضية وبالتالي هذا نموذج هذا مثال ولكن العلاقة التي تجمع بيجين بموسكو حاليا هي على كل الأصعدة هي على صعيد المال المصارف الاقتصاد العسكر السياسة الداخلية السياسة الخارجية والعنوان العريض والأهم هو أن سياسة العالم القطبي الواحد إداد الصين وروسيا لن ترضى بعد اليوم هذا النوع من السياسة العالمية طيب دكتور جادي اليوم في سامرقند منظمة شانجهاي هل من الممكن أن تحقق أهداف تصب باتجاه ما تفضلت به باتجاه يعني تعدد القطبية باتجاه اليوم نحن أمام قطب قادم من الشرق ربما بقوة اقتصادية سياسية عسكرية هذا التحالف الجديد إلى أين سيقود المشهد العالمي دكتور جادي هذا التحالف ليس جديد هذا التحالف قديم ولكنه تطور وتشعر بالضبط نحن نعرف أن سامرقند بالتحديد يعني إذا عدنا إلى مبادرة حزام وطريق الصينية سامرقند لها رمزية خاصة يعني سامرقند على طريق الحرير تاريخيا مدينة مميزة تاريخيا وبالتالي إذا كان هناك من إعلان مميز أو شيء يتوج هذه العلاقة الروسية الصينية فلابد أن سامرقند هي المكان الأمثل لولادة اتفاق نوعي ومميز يكون مشابها لعلاقة سامرقند بالصين التاريخية طيب دكتور جاد الولايات المتحدة واشنطن كيف ستقابل هذه الخطوات المتسارعة والمتنامية باتجاه تحالف ربما سيشكل خطر وخطر كبير على مستقبلها في العالم يعني لكي لا نتحدث بالنظريات العامة الصعبة الفهم أو التأكد من صحتها نستطيع أن نتطرق إلى مثل محدد ولكن هو نموذج عن كل الأشياء الأخرى نعم عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة للنصف كان هناك منطق معين عندما تخلى الأمريكيين عن ربط الدولار بالذهب كان هناك قصة أخرى عندما أراد الأمريكي علاقة مميزة بالشاه بإيران كانت هناك قصة وعندما تخلى عنه كانت قصة أخرى وبالتالي هذه المناطفة نعم دكتور جاد دكتور جاد هل تسمعوني؟ طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع دكتور جاد نعم طيب نعم يعني تفضل أسمعك بشكل جيد يعني أنا كنت أقول أن كل تلك الممارسات الأمريكية المعروفة تاريخيا من سياستهم بالدولار الأمريكي أو سياستهم بعلاقات مقوى المعينة أو أشخاص معينين كانت تقوم على مبدأ أن القوي يحق له كل شيء حاليا الأمريكي ليس هو القوي وبالتالي الصين وروسيا لا تريد أن تكون الأقوى ولكنها لن تسمح بسياسة هذا القوي الأمريكي أن يقتل الألاف من الناس ويصادر أموالهم في أفغانستان وقبل ذلك في الإرهاب وفي العراق وحاليا في سوريا هذا التشطق بحقوق الإنسان والديمقراطيات ولكن بالممارسة نرى العكس هذا ما تريد الصين وروسيا منعه ووقفي ولن تكون هذه مرحلة سهلة ولكن يبدو أن الأوروبي هو أول من سيدفع هنا حضرتك تطرق لنقطة كنت أود الإشارة إليها من سيكون ضحية هذا التقلب العالمي دكتور جاد مرحلة مخاضها عصير على ما يبدو لكن هناك طرف سيدفع الثمن نتيجة هذا التقلب حضرتك أشرت إلى أن الجانب الأوروبي لكن هل يملك أي خيارات الجانب الأوروبي لنأي بنفسه عن حلبة الصراع هذه الخيار كان متوفرا لأوروبا منذ شباط الماضي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا كان على الأوروبي أن يخفف من تبعيته للأمانيين وهذا لم يحصل على الأرجح أن الوقت حاليا باغتهم لأن الشتاء على الأبواب يعني هذا الشهر أو الشهر القادم عندما تجد من درجات الحرارة لا يوجد بديل لدى الأوروبيين وهذا ليس فقط من أجل التدفئة هذا أيضا ينعكس على القطاعات الصناعية المنتجة وعندما يتوقف الإنتاج وتقل المردود المالي سنرى أشياء كثيرة على الصعيد السياسي وحتى على الصعيد الأمني لطالما كان الأوروبي أو الغربي يقول أن أفريقيا أو العرب هم أشخاص متخلفين بالنسبة كذا أو كذا من التصرفات ولكن هذه الأشياء ليس مستصعبا أن نراها هذا الشهر أو الشهر القادم في أوروبا وبالتالي ما كانوا يكيلون العرب أو أفريقيا به سنراه عندهم وستكون الصورة أفضل بكثير الدكتور جاد اليوم ألا يوجد بداء لدى الاتحاد الأوروبي نتحدث هنا عن مصادر الطاقة عن أن لا يكون ضحية لهذا الصراع الأمريكي الشرقي بتحالف صيني روسي دكتور جاد أنا أريد استعمال الكلمات كما هي هم كذبوا على شعوبهم بتحدث عن الحكومات الأوروبية دكتور جاد بتحدث عن الحكومات الأوروبية نعم نعم في البداية كانوا يصدقون الوعد الأمريكي بأن الأمريكيين سوف يعودونهم بكل متنزمات عيشهم وهذا لم يتحقق ثم ظنوا أن المملكة السعودية أو القطر ستكون أو الفزائر وهذا أيضا لم يحصل يعني قطر منذ أيام قال أمير قطر أن المسألة ليست كما يتصورها الغربيين وبالتالي هذا إعلان لموقفي الواضح السعوديين والجزائر الجزائر اليوم أكثر التصاقا بالصين أكثر من أي وقت مضى كذلك السعودية ويعني كبرهان على كلامي ممكن للتأكل مثلا عقود التي أجرتها أرامكو بالصين هي أكبر عروض بتاريخ المملكة العربية السعودية وهذا دليل واضح أن عندما أرامكو تقول بهذه الأشياء هذا قرار سعودي وحكومي سياسي وهذا ليس وليدة اليوم وبالتالي عندما لم يفي الأميركيين بوعدهم لأوروبا والحلول الأخرى التي فكروا بها مثل الجزائر والسعودية وقطر ليست متوفرة الباك الوحيد مثلا أن تقوم الصين ببايع مخزونها وهذا بالطبيعة لم يحصل مخزون الصين هو للحاجة الداخلية لو أرادت الصين استعماله واستعمالته داخلية وليس للبيع لدول أخرى الدكتور جاد رعد الأستاذ الجامعي والباحث في أشياء الصينية والكورية شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات كنت معنا مباشرة من الصين شكرا جزيلا لك من القاهرة ينضم إلينا دكتور إسماعيل تركي الباحث في العلاقات الدولية والمتخص في الشأن الروسي دكتور إسماعيل مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم لقاء مرتقب بين موسكو وبكيين على هامشي قمة منظمة شنجهاي للتعاون في سامرقاند دكتور إسماعيل أهمية هذا اللقاء انعكاساته على مستقبل العلاقات بين الجانبين دكتور دكتور إسماعيل دكتور هل تسمعوني؟ تحياتي لحضرتك أهلا بك أسمع حضرتك تماما طيب دكتور إسماعيل تحياتي لحضرتك كل كل السادة المشاهدين أهلا بك دكتور دكتور إسماعيل طيب يبدو أنا نواجه مشكلة في التواصل مع دكتور إسماعيل تركي دكتور إسماعيل هل تسمعوني بشكل جيد؟ أسمع حضرتك بشكل جيد طيب تفضل دكتور دكتور كنا نتحدث عن قمة مرتقبة بين الصين وروسيا على أهم شيء لقاءة منظمة شنجاهيل للتعاون أهمية هذا اللقاء القمة بين الصين وروسيا أهمية هذا اللقاء بالنسبة للجانبين أن عكاساته على المنطقة في المستقبل دكتور خلينا أقول لحضرتك أنه الاجتماع المرتق شكرا لحضرتك بشكل جيد شكرا لحضرتك بشكل جيد شكرا لحضرتك بشكل جيد طيب تفضل دكتور فدي أحد أهم الرسائل المهمة أن هذا الاجتماع المرتقب هو رسالة قوية للولايات المتحدة والدول الأوروبية أنهم ليس بمقدورهم عزل روسيا عن العالم أو فرض عقوبات يعني تستطيع أن تعزلها بعيدا عن التعامل مع كافة دول العالم وهذا هو الاجتماع الأول ما بين الرئيس الصيني وما بين الرئيس الروسي حضرتك تعلم أن الاجتماع بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الاجتماع الأخير كان في بداية فبراير في معرض افتتاح الألعاب الأولومبية الشتوية بالصين وإن كانت الصين تدعم روسيا بشكل كبير من خلال مواقف معينة إلا أن الأحداث التي تدور في العالم سواء كانت العملية العسكرية الروسية أو الاستفزازات الأمريكية للصين في تايوان كل هذه الأمور جعلت أن هناك ترتبات أخرى من الأقطاب الصعادة كروسيا والصين وعدد من الدول المجاوكين منها حضرتك تعلم أن اجتماع القمة سيكون به إيران وتركيا والهند وعدد آخر من دول المنظمة كمان سيتم التبحث في كيفية الموافقة على ضم إيران للمنظمة نعم دكتور دكتور اسماعيل هل تسمعوني؟ حلف الشرقي يتشكل في ترتبات الأوضاع العالمية الأقطاب تتغير وهناك ترتبات تتم لمعاونة روسيا والصين في مواجهة التحديات التي تفرض عليهم الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة عدم رضاها عن صعودهم في النظام الدولة نعم طيب دكتور اسماعيل يوم ما خيارات واشنطن وحتى الأوروبيين حلفاء واشنطن في المنطقة أمام هذا التحالف الذي يتنام يوما بعد آخر وبوتيرة متسارعة على الأرض دكتور اسماعيل دكتور طيب يبدو أننا نواجه مشكلة في التواصل مع دكتور اسماعيل تركيا الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في أشياء الروسي شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإضاحات كنت معنا مباشرة من القاهرة شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حديثنا لهذه الساعة أما لمواضيع أوسع فيمكنكم زيارة موقعنا الإلكترونية اليوم تيفي دوت نت دمتم بخير وإلا مهما كانت القضايا مبهمة والأنباء متضاربة والحقيقة مختلفة